خروج الحسين خروج الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وصلى الله على جده محمد عليه الصلاة والسلام سألني الرجل خروج الحسين أليس ثورة لو أنه قال لي خروج النبي أليس ثورة لقد ألزمني أثر معصوم ولكن الرجل سألني عن غير معصوم فمن قال إن الحسين معصوم ومن قال إن الحسن معصوم ومن قال إن علي معصوم ومن قال إن فاطمة معصومة اسمعوا إنما المعصوم من لو لم يبعث لكان علي راعيا شاعرا وكان الحسن والحسين غلمانا يلعبون في المدينة أخطأ الحسين وأصاب محمد اسمعوني لا يقول واحد أخطأ الحسين وأصبت أنا أخطأ الحسين وأصاب جده أخطأ الحسين وأصاب الأنبياء الأنبياء معصومون اسمع يا أخي اسمع يا أخي لا غلط أخطأت أشرش وتقرأ من القرآن ما لا تعلم الآية التي قرأت من سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير هذه في نساء النبي الآية التي تتلي اسمع طب اسمع واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة وعمل الحسين اقرأ لا تقرأ قال الله واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة الحكمة عمل محمد أم عمل علي وفاطمة والحسن والحسين عمل محمد لازمك الحق فاتبع اسمع يا أخي أكمل الآية أتم إنما يريد الله هذه الآية كما هي ليذهب سورة الأحزاب ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطاهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم الآية التي تلي بعدها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينة أين أمر الحسين في هذا اقرأ اسمعنا أخي الرجل استدل بأهنساتك هو أن يظن حذا من الخوارج والثوار أنه أتى ببينا كل عمل الخوارج تحت قدم نبي الله يعلم الله أنني أتيت بالسنن وأننا حدثنا بالكتاب وحدثتم بالشهوة والرأي والكذب والجهالة صددناكم اسمع عمل الحسين ليس سنة نعل النبي شرف للحسين نعل محمد شرف لعلي نعل محمد شرف للمسلمين نعل محمد أثر وعمل الحسن والحسين ليس بأثر من قال غير هذا شيطان من خالف شيطان واضح الأنبياء يتبعون محمدا ليس الحسن والحسين لما أعرج بالنبي وأسري به بعث الله له الأنبياء من قبوره أما هم جميعا لا يأم الحسن والحسين وأبا الحسن فإن كان الحسين مصيبا فالحسن مخطئا لأن الحسن نهى عن الحرب وأبا يقاتل وسلم لمعاوية أحد الآل البيت مخطئ إما الحسن أو الحسين من تريد؟ كلاهما صواب كلاهما صواب أحسنت من منهم السيد؟ الحسن قال النبي ابني هذا سيد يصلح الله به بين المسلمين تنين أخي دعني دعني الرجل قال الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة مشيك يا أخوان الحديث صحيح اسمع وأبو بكر وعمر سيداك أولي أهل الجنة أخذتم كل شيء عن أبي بكر وعمر سرعة لا كذابون عمر قال بسند صحيح لأبي أمامة سويد بن غفلة لعلك أن تخلف بعدي أطع الأمير إن جلدك فاصبر إن ظلمك فاصبر إن حرمك فاصبر هاي عمر هاي عمر وعمر أعلم من الحسين وأبو بكر أعلم من الحسين والحسن والحسين كانا ينظراني لأبي بكر وعمر على أنهما شيوخ المسلمين وعلماء المسلمين وأتباع نبي الله والأئمة بعد نبي الله حينما كان أبو بكر وعمر في الناس من كان يستفتل حسين أم عمر الحسين أم أبو بكر الحسن والحسين سيداء شباب أهل الجنة في الحديث الصحيح معصومون؟ حدثوني أخواننا مش معصومين منزل رفيعة منزل رفيعة أنا أسألك عن العصمة رفعك الله مما أنت فيه أنا أسأل عن العصمة محمد منزلة رفيعة وعصمة محمد في الوسيلة والعصمة من أرفع الحسن والحسين أم محمد؟ خلصنا يا أخواننا تنين يا أخواننا لو لم يكن من عمل الحسين إلا ما جرى مما ظهر من الشيعة لكان كفاية مما رأينا هذه الشيعة متى كانت إلا بعد الحسين يعني الدم والبلاء وكربلاء والالطيم والكذب على الله وعلى رسوله والشرك بالحسين والعبادة بالحسين متى كانت إلا بعد ما قتل الحسين اسمعوني لا حجة إلا في محمد اسمع من قال غير هذا كذاب لا حجة إلا في محمد على ابن مريم وعلى أبيه إبراهيم وعلى موسى بن عبد لا حجة في مهاوية اجلس اجلس لا حجة إلا في محمد من حاجج مسلما فليحاججه بمحمد عليه الصلاة والسلام الحسن الحسن والحسين اسمع أخوانا وعلي اسمع أخي اسمع الحسن والحسين وفاطمة وعلي كما قال نبي الله اسمعه يا فاطمة بنت محمد اعمالي إني لا أغني عنك من الله شيئا ما كان المسلمون يحتجون بإم الحسين ليحتجوا بالحسين لا تفعلوا كالنصارى كما جعلوا من مريم وابن مريم والعذراء وابن العذراء فتجعلون من هذين ندين لله إنما القول ما قال الله وقال رسوله كبر الله علي أثبت أم الحسن والحسين علي مم الحسن والحسين طيعان علي علي رضي الله عنه لما ولد له الحسن والحسين سماهما جعفرا وحمزا فدعاه النبي قالوا أمرت أن أغير اسميهما ايش تعرفوا هذا الحديث ما بتعرف قال لما أمرت أن أغير اسميهما فسماهما الحسن والحسين هذا سند حسن واضح أخوان طيب هل يملك الحسن والحسين من أمرهما شيئا باسمينهم ما كانوا شيء يعني يملكان حتى عن علي ولا علي يملك عن أمرهما ولا عن أمره شيء النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه فمن احتج بعمل أحد من المسلمين فليس بحجة إذا احتجت بالحسين الحسن خالفه إذا احتجت بعلي عقيل خالفه أخو يعني واضح وتلاعنه وتقاتله لا نحتاج إذا احتجت بمعاوية احتجوا بعلي وإذا احتجوا بعلي احتجوا بمعاوية وإذا شاعت علي شايعوا معاوية وقلت لكم شايعوا محمدا عليه الصلاة والسلام إن عليا إن عليا يقبل قدم نبي الله مرجات مرضات الله والحسين كذلك والحسن كذلك اسمعون مر الحسن الحسن كان يصلي وقد عقص شعره وراء رأسه عقصه يعني ربطه وراء على قفى رأسه واضح رابط شعره فجاء أبو هريرة ليس عليا ولا فاطمة أبو هريرة رضي الله عنه فحل فحل العقص من شعره فالتفت الحسن بعدها إنه ليه فحلت فقال له أبو هريرة اسمع نهى نبي الله أن نصلي أو يصلي أحد وشعره معكوس قال له الحسن أنا آل البيت أنا السيد شباب أهل الجنة أمسك الحسن لأنه يعلم من جد الحسن والله لو أن فاطمة وعليا والحسن والحسين خرجا من الكساء فخالف محمدا لأكبهم الله في النار صحيح ولا لا غصب عنكم جميعا والله لو أن أبا بكر وعمر خالفا نبي الله لغضب الله عليهم ولو عصياه لأكبهم الله في النار هذا معلوم الدين دين هذا النبي وكلام هذا النبي الآية التي نزلت لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي في أبي بكر وعمر ويوم الحسن والحسين غلمان يلعبان في المسلمين واضح ما أحد يحتاج من الحسن والحسين الحسين ليس معصومة الحسن ليس معصومة تنين لما الحسين خرج أتاه الشياخ وأصحاب نبي الله نهوهم ابن عباس من آل البيت ولا مش من آل البيت سرعة من آل البيت ولا ليس من آل البيت ابن عباس حبروا الأمة ترجمان القرآن الحسين كان يتعلم من ابن عباس والحسين ابن عباس معلوم علمه في القرآن لما اراد ان يخرج الحسين جاء ابن عباس من اهل البيت قال لا تفعل لا تفعل لو لا يقول الناس لنشبت اظفاري في رأسك ايها البيت ليس انا من انهى واضح اتاه عبدالله ابن عمر قال لا تفعل اتاه جابر ابن عبدالله اتاه ابو سعيد الخدري ثم كان من امر الحسن قبله ابني هذا سيد قال عليه الصلاة والسلام كان الحسن جالسا بجانب نبي الله على منبره كان الحسن جالس وين اخوانا على منبر نبي الله فقال النبي ابني هذا سيد بما السيادة عصى الله ان يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين فلما تنازل الحسن هذا عمل اهل البيت وعمل اسياد اهل البيت واضح اقول لك ليست الحجة في الحسين ولا في الحسن ولا في ام الحسن والحسين ولا في ابي الحسن والحسين بل في النبي الذي يرجو ابراهيم شفاعته يوم سمعت من قال عليه الصلاة والسلام ان الله اعطاه ثلاث مسائل قال ادعو لا اردك ثلاث مسائل واضح قال اللهم اغفر لامتي طبعا استجاب الله الثانية قال اغفر لامتي الثالثة قال خبأتها ليوم يرغب الي فيه الخلائق حتى ابراهيم اين الحسن والحسين يومها واين عليه ابراهيم يقول نفسي نفسي يرجو مقالة نبي الله يحشر الناس على قدم محمد عليه الصلاة والسلام هذا صحيح هذا صحيح عن نبي الله واضح فمن اراد دينا يقرع به الجنة فليعض على لسانه لا يخالف نبي الله وليمسك على جوارحه لا يعصي الله واضح اخواننا